اشتركوا في القناة لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبائي في الله ما زلنا مع كتاب أحكام الشتاء لشيخي وأستاذي علي الحلبي رحمه الله ووصل بنا المقام عند مبحث الصلاة عند مبحث الصلاة وأهم مسألة في مباحث الصلاة فيما يتعلق بأحكام الشتاء هو الجمع بين الصلاة هو الجمع بين الصلاة فتعالوا بنا نعيش مع بعض أحكام الجمع بين الصلاة فالمسألة أولى أن الجمع بين الصلاة ثبت بالنص فروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر وفي رواية من غير خوف ولا مطر والروايات الأخرى صلى سبعا سبعا أي بين المغرب والعشاء ثمانية أي بين الظهر والعصر فإذا صلى رسول الله صلى الله وسلم جميعا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر انظر الحديث من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر وفي قوله المطر والسفر والخوف هذه تسمى أعذار نوعية وكمالية ومثالية بمعنى أعلى درجات العذر المثالي هو المطر وليس معنى ذلك أن ما دونه لا يكون هناك جمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر من غير مطر مطر فسئل ابن عباس راو الحديث لما مدام لا خوف ولا مطر ولا سفر لما فقال أراد أن لا يحرج أمته أراد أن لا يحرج أمته فإذن نبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع الحرج عن الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج وقد يقول قائل ما الحرج أحبائي في الله الحرج أن تدخل على نفسك شيئا فوق الشيء المكلف فوق الشيء المكلف فالصلاة تكليف وفيها مشقة وفيها تعب أنت تستيقظ على صلاة الفاجر فيها تعب وتتوضأ وتجاهد نفسك وتذهب إلى المسجد كل هذا تكليف وفيه تعب لكن النقطة الرئيسية في الموضوع أن هذه المشقة التي فيها تعب تصبح لأهل الديانة للذه ولأهل الاستقامة جزء من حياتهم فلو أردت أن تعاقب صاحب ديانة واستقامة فقل له أمنعك من الذهاب إلى المسجد أو أمنعك من الصلاة مع أنها في أصلها فيها مشقة فعندما دخل على هذه العبادة شيء زائد عن المهتاد فهذا يسمى الحرج فجاءت الرخص الشيء الزائد المطر الريح البرد الطين وما شابه من أشياء فهذه الأشياء دخلت على العبادة فإذا بهذا نعرف معنى الحرج الحرج شيء شيء زائد يدخل على أصل التكليف فيجعل في العبادة زيادة تكليف وزيادة مشقة وجاءت وجاءت الشريعة لرفع هذا الحرج وهو الشيء الزائد عن التكليف التكليف وبالتالي حصل الجمع بين الصلاتين ولذا قال ابن العرب المالكي في كتابه الخبس شرح موطع مالك بن أنس الجمع بين الصلاتين سنة لا يكع أي لا يبتعد كلمة يكع كلمة فصيحة لا يكع عنها إلا أعرابي جلف الجمع سنة مع وجود العذر ووجود الحرج وقد يقول قائل ما هو ضابط الحرج ضابط الحرج أنه يحمل على أضعف المصلين المحافظين على الجماعة فهؤلاء هم من يقاس عليهم أما لا تقس على شاب مفتول العضلات هذا لو كانت الدنيا سيول وأمطار وثلوج فسوف فسوف يذهب وكأنه لم يتأثر بشيء وإنما يقاس على من على الضعفاء ويجمع الناس بجمعهم والنبي صلى الله عليه وسلم أين كان بيته من مسجده كان ملاصقا ومع ذلك جمع عليه الصلاة والسلام لا أن العذر يلحق به وإنما العذر لحق بضعفاء المحافظين على صلاة الجماعة فجمع المسلمون بجمعهم وبالتالي أحبائي في الله ملاحظة مهمة أن بعض الناس يقول يا شيخ هؤلاء جمعوا بين الصلاتين لكنهم نزلوا إلى عملهم وإلى أسواقهم وإلى تجارتهم فمن باب أولى أنهم بدل أن يذهبوا إلى التجارة يأتوا إلى المسجد هذا كلام باطل بسببين سبب الأول أنه لا يشترط في العذر أن يشمل الجميع وإنما العذر يكون يلحق بضعفاء المحافظين على صلاة الجماعة الأمر الثاني أن هذا الشخص الذي نزل إلى عمله هو نزل ليقتات وهذا الذي يريد أن يقتات سوف يقتات في أصعب الظروف حتى لو في الحرب حتى لو في المشقة الشديدة التي أنتم تقبلون فيها الجمع فإنه سوف يذهب إلى عمله عنده أولاد عنده زوجة عنده بيت للإيجار كهرباء مصاريف أكل شرب فماذا تريد منه إذا جمع بين الصلاتين أن يذهب وينام في بيته الجواب لا الجواب لا هذا كلام لا أصل له ولا وزن له الأمر الآخر أن هذا فيه جواب على سؤال يتكرر أن بعض الناس يكون معتكفا في المسجد أو مرابطا في المسجد فيحصل الجمع هل يجمع الجواب نعم يجمع لما لأن العذر لا يشترط أن يشمل الجميع وهو جمع بجمع غيره وعلى هذا يعني نستطيع أن نفرع نكتفي بما سبق فإذا النقطة التالية هل مسائل الجمع بين الصلاتين من مسائل الاتفاق بين الفقهاء أم هي من مسائل الخلاف الجواب هي من مسائل الخلاف وهذا السؤال لا يسأله طالب علم لماذا؟ لأن طالب العلم يعرف أن أساس الفقه قائم على الخلاف فأنظر مثلا ابن المنذر كتب كتابا سماع الأوسط في الخلاف طبع في خمسة عشر مجلدا في الخلاف وما زال ناقصا وكتب في الاتفاق ما سماه بالإجماع وطبع في غلاف صغير وحتى الاتفاقات التي ذكرها انتقدها غير واحد من أهل العلم في كثير منها إذن الفقه هو أصلا قائم على الخلاف فلا يجوز أن تسأل هذا السؤال يا طالب العلم هل هذه مسألة متفق عليها أم فيها خلاف كل الفقه قائم على الخلاف ولكن هذا الخلاف يعني أن هناك صواب وخطأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إذن في صواب وفي خطأ وبالتالي لا يجوز أن تقول كل الأقوال صحيحة هناك صواب وخطأ لكنهم إن شاء الله مأجورون على اجتهادهم لأنهم من أهل العلم إذن إذن فبالتالي نعم من مساء الخلاف فالحنفية عندهم لا يوجد جمع حتى لو كانت الدنيا ثلوج حتى لو نزل المطر والثلج والبرد وجميع ما يخطو في بالك لا يوجد عندهم جمع بين الصلاتين إلا في الحج في مزدرفة وفي عرفات غير هيك ما عندهم جمع بين الصلاتين والأمر الآخر أن الشافعية والمالكية من ناحية الجمع بين الصلاتين من ناحية الجمع بين الصلاتين فعندهم الأعذار شديدة عندهم الأعذار شديدة لكن الشافعية يجيزون الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذن قد يكون شدة في نوع العذر المطلوب لكنه أوسع من ناحية الوقت لأن هناك من الفقهاء من لم يجز الجمع إلا فقط بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء فإذن حبائي في الله تنبه نعم هو من مسائل الخلاف بين أهل العلم كغيرها من مسائل الفقه المسألة التالية ظهر علينا ما يسمى بالجمع الصوري وهذا الجمع الصوري هو ليس بجمع ومعناه أن توقع الصلاة الأولى في آخر الوقت والصلاة الثانية في أول الوقت فعندما تنتهي من الصلاة الأولى تكون قد دخلت إيش في وقت الصلاة الثانية فتقيم الصلاة فتجمع بين الصلاتين قالوا هذا الجمع الذي جمعه النبي صلى الله سلم فنقول هذا الكلام أولا لا دليل عليه الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر قدم وآخر ولا يعرف عنه هذا الجمع الصوري فبالتالي اسم الجمع متى أطلق فيطلق على المفهوم في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام الأمر الثالث أن من قال أن هذا تيسير على الناس لابد أن تحسب تخرج من الصلاة الأولى مع بداية إيش دخول الصلاة الثانية كيف هذا هذا لا الأمر الرابع من قال أن هذا جمع هذا ليس بجمع لأن كل صلاة وقعت في وقتها الأمر الخامس نفترض أن هذا الذي أخر أخر انتقد وضوءه فبالتالي سيخرج الوقت الصلاة كاملا لأنه سيذهب ويتوضى ويرجى فيقول قد دخل وقت العصر مثلا إذن أين الرخصة وأين التيسير فدائما الرخصة قلنا هي لرفع المشقة الزائدة عن أصل التكليف فكيف نقول بالجمع الصوري فبالتالي هذا كلام لا لا صلة له بالصواب ومحتج به من أشياء لا يتصع المقام لذكرها فهي حجد ليست بصحيحة أقل ما يقال طيب المسألة التالية مسألة النية في الجمع مسألة النية في الجمع متى تحصل النية النية تحصل بعد انتهاء الصلاة الأولى وقبل الدخول في الصلاة الثانية إذن متى تحصل نية الجمع بين الصلاتين بعد انتهاء الصلاة الأولى وقبل الدخول بالصلاة الثانية وبناء على ذلك نخرج بمسائل المسألة الأولى أن إماما مثلا لا يريد أن يجمع فبعد ما سألوا الناس حتى مع أن السنة عدم السؤال فأنت تصلي وراء الإمام فإذا جمع جمعت بجمعه وإذا لم يجمع لا تعترض عليه فطالب العلم إذا كان الإمام طالب علم هنيئا لك أن تصلي وراءه فهو يقدر ويعرف حال المصلين وضعفائهم نرجع أن إماما لم ينوي الجمع قبل الصلاة الأولى فعندما انتهت الصلاة الأولى اكتشف أنه من السنة الجمع لأن العذر حاصل مثلا سمع صوت الأمطار أو سمع صوت الرياح إذن وصلته معلومة أنه الجمع والعذر ما به حاصل مع أنه لم ينوي عندما صلى الصلاة الأولى فهل يجوز له الجمع الآن الجواب نعم لما لما نعم لأن النية تحصل بعد انتهاء الصلاة الأولى وقبل الصلاة الثانية اثنين أن المجموعتين صلاتان وليست صلاة واحدة وبالتالي معنى صلاتان أنك وأنت تصلي الصلاة الثانية انتقد وضوءك فهل تبطل الصلاة الأولى التي صليتها لا تبطل لما لأن المجموعتين صلاتان لأن المجموعتين صلاتان إذن هذه المسألة الأولى أن هذا الإمام غير نيته العكس إمام نوى أن يجمع ثم بعد ذلك عندما أنهى الصلاة الصلاة الأولى فإذا به يرى أو يخطر في باله أنه لا عذر في الجمع فهذا يجوز أم لا يجوز يجوز لأن نية الجمع أصلا تكون بعده اتهاء الصلاة الأولى وقبل الصلاة الثالثة طيب مسألة ثالثة وهي أن إمام أما بالناس ثم انتقض وضوءه والعذر حاصل ونريد الجمع فهل يجوز أن يتقدم شخص آخر من المصلين فيأم بالناس الجواب نعم لما لأنه لا يشترط اتحاد الإمام في المجموعتين لأن النية تكون بعد انتهاء الصلاة الأولى وبالتالي عندنا إمام جديد بنية جديدة فعندها يأم بالناس وهناك مسألة لو طبق الأئمة لأراحوا واستراحوا وهي أن بعض الأئمة المتشددين في الجمع لا يريد أن يتمع ويكون هناك طالب علم من الموجودين ويرى أن الجمع وعذر الجمع حاصل فنستطيع أن نستأذن الإمام يا شيخ أنت لا تريد الجمع أتأذن لنا أن أم ونجمع بعد إذنك من غير بلبلة ومن غير إشكالات إذا كنت ترى أن هذا الإمام يتقبل فعندها افعل هذا الفعل معه أما إذا كنت ترى أن هذا الكلام سيصبب بلبلة وفرقة للمصلين وقيل وقال فعندها لا تخاطبه لكننا نتصور الآن إمام صاحب حكمة وطالب علم لكنه متشدد في مسألة الجمع بين الصلاتين والعذور حاصل الأمطار نازلة أو البرد الشديد حاصل أو 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 أصلا لا يرى الجمع بتاتا فبعدما انتهت الصلاة قلنا له يا إمام أتسمح لنا أن نأم ونجمع أن أأم بإخواننا أو أن يأم أحدهم ويجمع بنا إذا كان عندي صاحب حكمة وركازة وتقبل الرأي الآخر فلك أن تخاطبه وبالتالي يقبل ويجمع المصلون ومن لم يرد الجمع لا إلزام له أما في حال أن هذا الكلام يسبب البلبلة وترى ورفع الأصوات والتلاسع فهذا لا يفعل هذا لا يفعل وبالتالي المجموعتان صلاة ولا يشترط اتحاد الإمام مسألة أخرى أيضا قريبة من هذه إنسان ويأتي السؤال كثيرا وهذا خصوصا عندنا في عمان وسط البلد يقول يا شيخ أنا خرجت من أحد المساجد أو المصليات المعتبر في الجمع كما سيتي لاحقا ولكن الإمام لم يجمع فتفاجأت أن المسجد المجاور أقام الصلاة الإمام للجمع فهل يجوز لي أن أذهب إلى ذلك المسجد وأحقق الجمع الجواب نعم بشار أن يكون العذر موجودا يعني أنت صليت وراء إمام متشدد لا يجمع أو لا يرى الجمع أصلا فصليت وراءه المغرب والعذر حاصل فعندما خرجت تفاجأت بماذا أن المسجد المجاور يقيم الصلاة للجمع والعذر حاصل هل يجوز أن تذهب وخصوصا مع زمن السيارات نعم اذهب وصلي وهنيئا لك وإن شاء الله أصبت السنة فالجمع بين الصلاتين ليس من باب أنني متثاقل من الصلاة من باب السنة ولذا بعض الشباب بعض الإخوة يقول يا شيخ نحن شباب وأقوياء فلا نحتاج إلى الجمع يا أخي الجمع سنة اتباع للنبي صلى الله وإظهار شعير من شعائر الدين فليس الأمر بعضلات وقوة وشجاع ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب القرب والبعد من المسجد أجبنا عنها سؤالي أتينا دائما أنا بيتي قريب من المسجد لن يكون بيتك أقرب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ملاصقا للمسجد ومع ذلك جمع بين الصلاتين وقلنا استفدنا من هذه مسألة مهمة وهي الحرب لا من يعرف يرفع يده نعم لا يشترط في الجمع أن يشمل العذر جميع المصلين فالنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الأمر مع العذر أو الحرج لا يلحق بيته ملاصق للمسجد وخرج وصل الظاهر ما في حال لكن باقي مصلين موجود طيب هنا مسألة أحكام المسبوق عند الجمع بين الصلاتين وهي مسألة تتكرر كثيرا وهي أن نفرا من الناس أو واحد من الناس أتى إلى صلاة الظهر وكان العذر حاصل والإمام يريد أن يجمع بين الصلاتين لكنه جاء متأخرا جاء متأخرا فوجد صلاة الظهر قد انتهت والإمام أقام ويصلي صلاة العصر فماذا يفعل هذا المسبوق نقول يدخل معهم بنية الظهر يدخل معهم بنية الظهر فإذا انتهت الصلاة فإذا انتهت الحمد لله فإذا انتهت الصلاة فلا يجمع فنستمت من هذا أن شروط الجمع واحد أن يكون في جماعة اثنين أن يكون في المسجد ثلاث أن يحصل العذر اربعة أن يكون بين الظهر والعصر أو بين المغرب والإشاء فبالتالي ما بصير واحد يجمع بين العصر والمغرب نعم فشخص آخر طيب جاء إلى المسجد في صلاة المغرب فوجد الصلاة قد انتهت وقد أقاموا صلاة العشاء فدخل معهم بنية المغرب فعند الثالثة له حالة إما أن يقرأ التشهد نابد من المفارقة في الحالتين وإما أن يبقى ينتظر حتى يأتي الإمام ويأتي بالأخيرة ويسلم معه وإما هو يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء ويسلم ويدرك معهم صلاة العشاء فعندها جمع بين الصلاتين فعندها جمع بين الصلاتين وبالتالي هذا فيما يتعلق بمبحث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وبالتالي مبحث لو أن هذا الشخص قام ليأتي بالركعة فلم يدرك ركعة مع الإمام يعني الإمام قرأ الفاتحة ومتسه وركع وسمع الله لمن حمد أهذاك أنه مخلص دخل مع الإمام هل يجوز له الجمع في خلاف وفي هذه الحالة لا ننصح بالجمع لما لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا لم يدرك ركعة فكيف يجمع بين الصلاتين وإن كان بعض العلماء وإن كان هذا القول يعني ليس هو الراجح يقول فما أدركت فصلوا فبالتالي أي شيء أدركت يجز لكن ليس هو الأقوى لأن الحديث قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة المسألة التالية وهي أن أحدهم جاء إلى المسجد فوجد صلاة الظهر والعصر انتهت أو صلاة المغرب والعشاء الجمع انتهى والعذر حاصل فهل يجوز أن يجمع بين الصلاتين الجواب لا لا يجوز لأن الجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جماعة وفي المسجد ومقصد الجمع هو ماذا أن تحافظ على الجماعة لأنه يصحب عليك أن تأتي إلى الصلاة التالية في المسجد فعندها تجمع بين الصلاتين وبالتالي هذا فيما يتعلق بأحكام المسجد مسألة أخيرة وهي أن المتأخرين جماعة يعني جاء متأخرون عشرة أو خمسة عشرة رجلا كلهم متأخرون وقد انتهت الصلاة المغرب والعشة ودخلوا فإذا قالوا إذا من شروط الجمع أن يكون في جماعة ونحن جماعة وفي المسجد وإحنا في المسجد والعذر حاصل معناته إيش والعذر معناته إيش نجمع لا لأن الجماعة الثانية فيها كرهة وكما قال الحسن البصري كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتوا إلى مسجد قد صلي فيه صلوا فرادا وورد أيضا عن الحسن البصري ألا عن ابن مسعود وعلقم والأسود أنهم أتوا إلى المسجد فوجدوا الصلاة قد انتهت فرجعوا إلى بيت ابن مسعود فصلوا في بيته جماعة لم يقيموا جماعة ثانية في المسجد نتكلم بل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أقبل من نواحي المدينة فوجد الصلاة قد انتهت فرجع إلى أهله فصلى بهم جماعة أما على رجل يتصدق على هذا فهذا صلاة متنفل وراء مفترض أما بحثنا صلاة مفترض وراء مفترض فبالتالي لا يوجد جماعة بين الصلاتين في هذه الحالة المسألة التالية وهي مسألة الجماعة في المصليات فهناك فرق بين المسجد والمصلى والجامع فبداية ما الفرق بين الجامع والمسجد الجامع هو الذي تقام فيه صلاة الجمعة بينما لا يشترى في المسجد أن تقام فيه صلاة الجمعة الأمر الثاني ما الفرق بين المسجد والمصلى المصلى وقفه ليس تأبيديا بينما المسجد وقفه تأبيديا كيف مثلا عندنا عبارة وبناية تجارية شخصية فجعلنا شقة منها أو مكاتب فيها مصلى هذا يسمى مصلى وليس وقفا تأبيديا كيف يعني ممكن غدا ننقل على مكان آخر أو يجي واحد يشتري العمارة يلغيش المصلى لما لأن الوقف ليس تأبيديا فهذا يسمى مصلى طيب ما حكم الجمع في المصلى المصليات نوعان المصليات نوعان وهذا التاني المصليات نوعان مصلى أشبه بما يكون بمصليات البيوت داخلي لا يأتيه الناس من الخارج مثل مصليات المدارس فتجد في المدرسة الأساتذة جعلوا هناك غرفة صفية فيصلي فيه الطلاب والأساتذة لكن لا يأتيه الناس من الخارج ولا يأتيه الناس مر الطريق ويسألون لو أجه واحد يصور رأيها أخي وين الله تطلع أصلي عندكم طيب يا أخي احنا هذا مصلى وبالتالي هذا لا يجوز فيه الجمع بين الصلاتين وكذلك مصليات الشركات والمصانع فهذا أيضا لا يصلح الجمع الصلاتين بينه فيه النوع الثاني مصلى يأتيه الناس من الخارج وما الذي يمر بسيارته يقف ويصعد أو يدخل فيصلي في هذا المصلى وهذا أشبه ما يكون في زماننا بمصليات الكراجات وفتجد وفتجد مثلا وأنت مار الطريق إذا كنت في منطقة الميكانيك ومنطقة الصناعية تجد هنا مصلى وبعد 500 متر مصلى وتستطيع أن تصلي في أي مصلى لا أحد يقول لك أين تذهب فهذا يجوز فيه الجمع بين الصلاتين وكان شيخنا مشهور حسن حفظه الله يقول هذه مسألة أتعبتني ووجدت صعوبة في الحكم فيها وهي حكم الجمع في المصليات وبحثت وقلبت أكثر من مئتي كتاب هيك البحث أنا بحثت بحثت على الجوجل بحث أكثر من مئتي كتاب ولم يجد الجواب قال حتى نمت وأنا متعب وأنا أبحث فرأيت في المنام كتاب حاشية الدسوق وهو كتاب في الفقه المالكي فقال فهرولت واستيقظ وذهبت إلى الكتاب فوجدت فيه الجواب فإذن هكذا هم أهل العلم وطلاب العلم يعيشون مع الكتب وحدثني ابن الشيخ ناصر الشيخ أبداللطيف أبو عبادة قال شاركت مرة أبي في نسخ مخطوطة أساعده وكان وصصعبت كلمة لا أستطيع أن أقرأها فكان يقول لي إذا استصعبت شيئا فجاوزه إلى ما تستطيع ثم أصعوبة نرجع إليها لاحقا قال فهذا ما حصل وبقيت هذه الكلمة لا أعرف لا أعرف أن أقرأها وهو حاول أيضا فلم يستطع أن يقرأها قال حتى نام ووجد الجواب في المنام ووجد الجواب في المنام فعمد إلى المخطوط فوجد كما رأى في المنام إذن هذه أشياء مش تصوف يا جماعة هذا أشياء مقبولة ليش لأنه أصلها مقرر شرعي فلو رأيت شيخك في المنام أو أستاذك في المنام وطالبك بعبادة هل تؤديها الجواب فيه تفصيل له حالتان إذا طالبك بعبادة مشروعة وردت في الكتاب والسنة فسوى طلبها منك أو لم يطلبها فهي مقررة في الكتاب والسنة بينما إذا طلب منك عبادة ليست في الكتاب والسنة فعندها الاستجابة لك هو البدع والضلالة وبالمناسبة فمن شدة تفكيري وحبي لشيخي علي الحلبي رحمة الله عليه ولمدة طويلة أصلي الوتر ركعة منذ أكثر من ثلاث سنوات أو وجهة الكورونا يعني متعودين على ركعة مع أنها مأثورة وسنة ولكن السنة التنوى أي صلي ثلاث صلي خمس كله ركعة فرأيت شيخي في المنام علي الحلبي قبل حوالي ثلاثة أسابيع يقول يا سفيان نمي إلي أنك تصلي الوتر ركعة فنوع فاستيقظت من المنام وعهدت على نفسي أنه نوع ولم يطالبني بعبادة خاصة لأنه هذا العبادة شمالها مقررة في الشرع لكن جاءت الذكرى فرحم الله شيخنا رحمة واسعة هذا بش تصوف يا جماعة هذا تقرير لشيء موجود في السنة فحبائي في الله إذا كنت أنت ممن يعيش مع العلم والعلماء وتحب الكتب وتحب العلماء سوف ترى في المنام ذلك حتى أن أحدهم جاء إلى أحد الأئمة وقال يا إمام أريد أن أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له سهل قال كيف قال كل هذا الفسيخ السمك المالح وسوف ترى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قال أرى كما أكل قال بس تطعت قال فأكله الفسيخ ليس سمكة أو سمكتين ما استطاع ثم نام فعندما استيقظ قال له أيها الشيخ لم أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام شوط حكت عليه قال له قال له ماذا رأيت قال رأيت المياه والأنهار وأنا أشرب وأبحث عن الماء وأتوق إلى أنواع المياه قالوا نعم لأنك نمت عطشان إلى الماء فإذا نمت عطشان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف ترى الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هذه قصة صدق أو لا تصدق يعني ليست هي آية أو حديث لكن معناها مقبول معناها مقبول على كل حال توسعنا في هذه المسألة فهذا هو الجمع في المصليات وحكم الجمع في المصليات لذا عندما كنت أدرس في إحدى أو في أحد المصليات في وسط البلد وكان هذا المصلى ضمن عمارة تجارية وفيها محلات تجارية وكثيرة ويسألونني هل أجمع هل نجمع في هذا المصلى فكنت أشرح الكلام السابق ثم أنظر إلى الموجودين فأرى كم شخص ممن يأتون من خارج البناية فكنت أقول لهم ما دام هؤلاء يأتون فيصلون معكم فجاز لكم الجمع مع العذر فاشكروهم وحافظوا عليهم فكانوا يضحكون فهكذا إذن هذا تقريب المعنى حتى تتضح أصوح وبناء على ذلك فلا يجوز الجمع في البيوت وما نسمعه أن بعض النساء تجمع في البيوت تجمع أولادها أو بعض الرجال يجمع زوجته أولاده يلا نجمع هذا لا يجوز لأن شرط الجمع أن يكون في المسجد أو ما سد ما سد المسجد في المصلى الذي ذكرنا صفاته وبقيت مسألة أخيرة الكلام طويل نفتح مجال للسؤال والجواب مسألة السنن وهي السنن بين المجموعتين هل نصل للسنة فمثلا صلينا الظهر ثم صلينا العصر هل السنة البعدية للظهر تصلى صلينا المغرب مع العشاء هل السنة البعدية للمغرب تصلى مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها خلاف بين مشايخي فأحد مشايخي يقول لا تصلى وشيخ آخر يقول تصلى وشيخ آخر يقول الأمر واسل صليت أو تركت يعني مسألة ما بها مسألة فيها خلاف عويص وبالتالي أنا مع الذين يقولون لا تصلى السنة البينية أي بين الأولى والثانية فنحتج من قال بأنها تصلى بالاستصحاب قال الأصل بقاء ما كان على ما كان فبالتالي نبقى على الأصل نصلي السنة فأجاب المخالفون قالوا الاستصحاب مكان السنة هي أين بين الفريضتين فهل تريد منها أن نصلي الفريضة ثم نصلي السنة ثم نذكر الفريضة الأقراء إذن هي خرجت عن أصلها فنقلها إلى مكان آخر يحتاج إلى دليل إذن مسألة ما بها مسألة اجتهادية وتقبل الأخذ والرد لكني أثرتها حتى أجيبكم على سؤالاتكم لأني أعرف أني سأسأل هذا السؤال فأجابتكم سلفا بهذا نكتفي ومن كان عنده سؤال أو استفسار فليكتب والله الهادم والمفق وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحابه وسلم